اقولك على الفيتامينات تساعدنا على حرق الدهون وفيتامين اه فيتامينات بتساعد على حرق الدهون ايه رأيك اقول يا دب اه مجموعة فيتامين به المركب مجموعة فيتامين به المركب من ضمن الفيتامينات الفعالة اللي بتعزز استقلاب الطاقة داخل الجسم وبالتالي بيسهل من عملات التمسير جزايا جوالجسم عملات الهدم والبناء وبالتالي ساعدنا في خسارة الوزن على سبيل المثال مثلا فيتامين بي 12 من الفيتامينات الهامة جدا لعملات التمثيل الغذائي وحتى انا بكتبه لبعض الحالات مثلا عندي في الرشدة اللي انا بكتبها بكتب فيتامين بي 12 ليه فيتامين بي 12 لانه بيسهل من عملات التمثيل الغذائي برضو فيتامين بي 6 حمض الفوليك نقدر نقول كل الحاجات دي تعتبر من ضمن الفيتامينات اللي بتعزز استقلاب البروتينا ده رأس يا دكتور لا انا بقولك بقولك فيتامين بي موجود موجود في اه على هيه حقا وموجود على هيه اقراص. استنى ما اشوفلك اين اه? شايفة مثلا? شايفة ده? مش عارك ظاهر بقى ليك اه. اه. ده اسمه بيمكس ده منتج تركي اه عبارة عن مجموعة فيتامين بي المركب. اه منتج تركي اه بيمكس. اه ده مثلا ده ده منتج اه يعني عبارة عن فيتامين بالمراكبة. شكل الحباية بتاعته? صفرة? يعني بورتقاني. مش عارف بقى زهرة لك. ايو شايفاه شايفاه. فمسلا فيتامين بي المراكب ده من ضمن الحاجات الفعالة اللي ممكن مسلا ولا يكون نستخدمها تحسن لنا من عمليات امتصاص المواد الجزائية وبالتالي بس انا مش بقولك انت اخديه من الصيدالية. ممكن موجود في الصيدالية وممكن موجود في الاكل بتاعنا. المصادر اللي فيتامين به اللحم الخالي من الدهون بيحتوي. يعني انت مسلا لو انت ال 20% اللي هي البروتينات في الوجبة بتاعتك لو انت خدت لحم خالي من الدهون يبقى انت كده ضمنت ان انت تاخد فيتامين به المراكب. لو انت المأكلات البحرية زي الاسماك البحرية او كده استعملتيها في النظام الغذائي بتاعنا فانت كده برضو خدت فيتامين به المركب لو الحبوب الكاملة حتطيها من ضمن النظام الغذائي بتاعك فانت خدت فيتامين به المركب لو منتجات الالبان حطيناها في النظام الغذائي برضو بتاخد فيتامين به المركب البيض والمكسرات البيض والمكسرات والبزور وبعض انواع الفواكه بتحتوى على فيتامين به المركب زي المز والتفاح والبطيخ والعنب بعض انواع الخضروات زي الارع والبطاطس والسبانخ دي كل الحاجات دي تنقدر نقول عليها مصدر غاني ببيتامين بي المركب من خلال الاكل بتاعنا. عايزة تجيبي حاجة مستضلية تروحي تقولي انا عايزة اه مجموعة بيتامين بي المركب. هيديكي هيديكي الحاجة اللي موجودة عنده تبقى فيها مسلا بيتامين بي المركب حاجات كتير. بيتامين بي واحد واتنين وتلاتة وخمسة وستة واتناشر والبنتوسينيك اسد. يعني مجموعة كبيرة جدا من من البيتامينات. هذه المجموعة تفيدنا فيه اه تفيدنا فيه حرق الدهون في الجسم بتاعنا. برضو فيتامين دال فيتامين دال يعني انت لو تعرضت مثلا فيتامين دال مصدر الطبيعية بتاعه عشائة الشمس. لو تعرضت نصel ساعة لعشائة الشمس بالنهار فانت بتطمن ان انت تحرق دهون اعلى في اليوم اللي تتعرضي فيه لعشائة الشمس. آآ آآ يبقى اآ اتعرض لنصه ساعة كده في اليوم او ممكن نجيب بيتامين دال من الصغدالية ايضا لو احنا ما بس او ممكن ناخد من الاكل بتاعنا صفار البيض فيه فيتامين آآ دال آآ بنقول مسلا الاسماك الدهنية زي السلمون والسردين آآ سمك آآ السلمون والمكرل والسردين السلمون والمكرل والسردين برضو يعتبر من ضمن الحاجات بتحتوي على فيتامين دي دال زيت كبد الحوت زيت كبد الحوت بيحتوي على فيتامين ده ايه العريس وصل اهلا بك عريس آآ بعد كده اه بنقول كبد البقر برضه بيحتوي على فيتامين دال منتجات الالبان وبعض انواع الفطر برضه بتحتوي على فيتامين دال الكالسيوم برضه يفيدنا فيه برضه خسارة الوزن الكالسيوم المصادر بتاعته مسلا منتجات الوزن بيتامين دال بيساعد عن ترسيب الكلسيومet في العضل بس قيلة الكالسيومممكن تعيق عملية خسارة الوزن على شان كده لو في واحد مثلا عنده مشاكل عظمية معينة او كده لابد اننا راعي في النظام الجزائي ان الاكل بتاعنا يبقى فيه كالسيم كالسيم زي ايه? وانتجات الحليب المكسرات والجزور الخضروات الورقية الخضروات الدكنة الحبوب المدعمة كل هذه الاشياء مسلا وليكن نقدر نقول عليه الحديد الانيميا برضو سبب في اه يعني الشخص اللي عنده انيميا بيبقى انه يخص بتبقى صعبة فلابد ان احنا برضو ناخد اغزية بتحتوي على الحديد حديد زي موجود فيه افضل مصدر ليه السبانخ الفصولية المحار اللحم الخالي من الدهون البتنجان العسل السود اللحم الحمراء الكبدة الكلاوي كل هذه الاشياء ممكن برضو نقدر بس طبعا يعني مش كل الحاجات دي هنستخدميها في التخصيص يعني وطبعا علشان نعمل نظام جزائي اه في هذه الاشياء لابد ان احنا بنعرف طبيعة الشخص بالزبط يعني لابد ان انا اعرف طبيعة الشخص بالزبط علشان اقدر اقول له ان الحاجة تتنسل عليكم اتنسل معاولا لا برضو اه اخر حاجة ممكن نتكلم فيها الماغنسيوم افضل تلات مصادر للماغنسيوم الماغنسيوم برضو بيساعد في خسارة الوزن الماغنسيوم افضل تلات مصادر اللوز والافوكادو والسبانخ السبانخ واللوز والافوكادو افضل تلات مصادر برضو برضو البزور والمكسرات والبكوليات برضو تحتوي على الماغنسيوم بس ازا ما قلت لك افضل تلات مصادر يعني لو انا هحطهم في النظام الغذائي لشخص معين عايز احط الماغنيسيوم يبقى والماغنيسيوم موجود برضو في الصيدلية. الماغنيسيوم موجود في الصيدليات يدار الجيبي. يعني كل حاجة موجودة في الصيدلية هتلاقي ليها المصدر الطبيعي بتاعها في الاكل بتاعنا. فليه ما بنكلش? ليه ما بنركزش على الاكل بتاعها? ولا احنا ايه لو انا اخد حباية? الحباية ديتنا اخدها لو كان عندنا خلال مرضي او انا ببزل مجهود ضخم جدا. ببزل مجهود ضخم جدا. وهذا المجهود الضخم ومش ادري اكفي نفسي من خلال الاكل بتاعي كنتيجة مسلا ان انا حالة المادية او شيء معين. فترقيا مسلا بتوجه ان انا اخد بعض المكملات اللي تساعدني في هذا الامر.